موسيقى قوات سوريا الديمقراطية تتقدم في دير الزور ومئات النازحين يصلون الى الرقة موسيقى نزاع داخلي عنيف في داعش حول قضايا التكفير موسيقى واشنطن تهدد بنقل ملف كوريا الشمالية من مجلس الامن للبنتاجون موسيقى السلام عليكم واهلا بكم مشاهدين الى نشرة اخبار اليوم تتقدم قوات مجلس دير الزور العسكري وقوات سوريا الديمقراطية المدومة من التحالف الدولي باتجاه مدينة دير الزور بوطيرة متسارعة حيث تمكنت من التقدم نحو ستين كيلو مترا باتجاه المدينة والسيطرة على نقاط استراتيجية منها المنطقة الصناعية ومنطقة المعامل التي تمركز فيها مسلح تنظيم داعش خلال المعارك مزيد من التفاصيل في تقرير مراسلتنا روناك شيخي مسافات شاسعة في الصحراء الوعيرة نقطعها في طريقنا الى محور ابو فاس على الجبهة الشرقية لمعركة دير الزور الطريق التي نسلكها يستخدمها مجلس دير الزور وقوات سوريا الديمقراطية لنقل المقاتلين والامدادات وهي مؤمنة من قبل طائرات التحالق في هذه الجبهة يقاتل كندال ورفاقه على خط واحد جميعهم متحمسون لقتال داعش إلا أن كندال ورفاقه لا يستهنون بخطورة المواجهة مع مسلح التنظيم المدربين على الاشتباك المباشر باعتبار منطقة صحراوية داعش تعتمد على المفخخات تتغير معطيات المعركة في كل لحظة وهذا ما يجبرنا على التنقل بين الحين والآخر على مقربة من خط المواجهة الأول في محور آخر يرابط أحمد أبو خولا القيادي في مجلس دير الزور العسكري برفقة أفراد مجموعة سيطرنا على باقي المعامل المتبقية معامل الحكومية من معمل الورق ومعمل السكر ومعمل الغزل شركة الكهرباء الآن نوقف قواتنا على طريق دير الزور الميادين تنقطع طريق دير الزور الميادين الأول بالظفة الشرقية الأمور صبحت شبه معقدة بيننا وبين روسيا والنظام النظام بدأ بضرب قواتنا نحن لدينا أصدقائنا التحالف الدولي أبلقنا التحالف الدولي بالقصف النظام وأكدوه القوات الأمريكية أكدت أن القصف كان من الطائرات الروسية وانطلقت من المطارات السورية وتعد معركة دير الزور آخر أسفين في نحش داعشة في الجزيرة السورية ويعي ذلك كل من جاء لقتال التنظيم خاصة بعد تراجع قوة داعش في سوريا والعراق نحن الآن على الطريق الخرافي المتجه إلى مدينة دير الزور معركة عصفة الجزيرة دخلت يومها التاسع حيث سيطرت قوات سوريا الديمقراطية ومجلس دير الزور العسكري مدعومين من التحالف على مسافة 60 كيلومتر باتجاه دير الزور ويقومون الآن بتأمين الطرقات والمناطق التي استولوا عليها عن طريق بناء السواتر الترابية والتحصن بداخلها أيضا نحن الآن متواجدين على الخط الفاصل بيننا وبين تنظيم داعش حيث يبعد التنظيم بضع كيلومترات خلف تلك الأعمدة الكهربائية حيث توجد قرى يتحصن فيها التنظيم للدفاع عن نفسه روناك شيخي لأخبار الآن من ريف دير الزور الشمالي شهدت مدن وبلدات ريف دير الزور حركة نزوح هي الأكبر إلى مخيمات عين عيسى في ريف الرقة الشمالي هربا من جحيم المعارك الدائرة على أرض دير الزور بين تنظيم داعش من جهة وروسيا ونظام الأسد وقوات سوريا ديمقراطية من جهات أخرى وقال ناشطون من ريف دير الزور إن قرابة خمسة آلاف عائلة وصلت لمخيمات عين عيسى قادمة من دير الزور بسطى أوضاع إنسانية بالغة في الصعوبة تستعد فصائل درع الفرات التابعة للجيش السوري الحر للسيطرة على مدينة إدلب وترضي هيئة تحرير الشام منها القائد العام للفرقة التاسعة التابعة للجيش الحر أكد أن دخول قوات الجيش الحر سيكون على دفعات مؤكدا أن التدخل سيكون على غرار عملية درع الفرات ومعركة جرابلوس في ريف حلب الشرقي التي استخدمت فيها دبابات ومدرعات فقيلة تعيش مئات الأسر التي تقطن في بلدة عين ترما تحت وطأة القصف المستمر لقوات النظام السوري واستوضاع إنسانية صعبة ومنازل غير صالحة للسكن ويقول الأهالي إن القصف ازداد عليهم بعد اتفاق خفض التصعيد كما أنه لم تصلهم أي من المساعدات الإنسانية التي وعدوا بها نتابع قصة أم أحمد وهي إحدى أهالي بلدة عين ترما في ريف دمشق أنا عايشة بعين ترما بس نكتل الضرب والقصف بيتي يعني البيتنا راح بالضرب سفينا من دون بيت بالمرة جيت لها عند وحدة قرأ يبتي هون أنا ساكنة بنفس البيت البيت غير بالمرة من مرة صالحة كما في الأخزان ماء لا في ماء لا في كهرباء يعني جايد دنيا على شتاء حيطانا وكل تعبانا اعطوها على الحيطاء التانين فوق رأسنا كما الجوازي عم قالها كان أسرع يعني على أسرع الشي هذا انجلع عم قال ابني جعب من كباس المي وخافي يعني خافي بأي طريقة بأي لحظة يا لا سمح الله يصير عليه شي بس بدنا يعني بدنا ماء شلومنا يعني واحد يعيش من دون ما بيحس نعيش بس عملك هون بالمرة بالمرة يعني عيش تعييزة بالمرة هربنا من الضرب جينا هون يعني شوية يعني أشوية يعني بس عملك بالمرة يعني البيت غير صالح للسكن بالمرة لا حيطان مثل الخلق لا كهرباء لا ماء لا خزان ماء ما في لعفش لك لطاريح لأن كل عندنا عم نمع الأرض لساتنا الأدل عم نمع الأرض جاي الدنيا على شتاء يعني يعني العيشة مستحيلة هون وكله غالي ما عم تحسين تطول شيء من مرة يعني ما عم تحسين تطول غرض بالدكامع عم تحسين تطوله يعني عم ندور كل نهار برطة خبز بس نجيبها له هالصغر بس أن يأكلوا أوقات حاب أوقات ممكن ما يطلوه وقم عم نم بدون أكل والله العظيم عم لك يعني عيشة مستحيلة هون الأسعاد كلها تغالية على الأسعاد يساوهدنا ما فيهدنا من هالشي يعني اسمعنا بس حكي على الفاضي كلها طوال حكي على الفاضي يعني وين نروح بحالنا يعني وين واحد بيروح بحاله يعني وين بيضرب يهرب ليهرب ضرب قصب طيران صواريخ يعني وين بيروح بحاله وبعدين لأي أنت بشيها طيب نفرج منك يا رب وعلى أرب وقت تفرج وإلى العراق حيث أعلنت القوات العراقية أن جميع الأهداف المرسومة للمرحلة الأولى من عمليات تحرير ناحية عكاشات تحققت بوقت قياسي وأكدت أن القوات العراقية ماضية بتأمين الحدود العراقية السورية وتطهيرها مشيرة إلى أن عمليات تأمين الحدود كبيرة وتمتد في مرحلتها الأولى لعشرات الكيلومترات ومن شأن العملية النوعية تأمين ظهر القوات المنتشرة في غرب محافظة الأنبار تمهيدا لبدء المرحلة الثانية من العمليات الحاسمة ومن المرجح أن تواصل العمليات العسكرية تقدمها نحو مدينتين راوى والقائم التي ستشهدان معركة صعبة نظرا لاتصال الأخيرة مع معقل داعش في الجانب السوري قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريز إن الاستفتاء الذي يعتزم إقليم كردسان العراق تنظيمه يوم الخامس والعشرين من سبتمبر بشأن الانفصال عن العراق سيصرف الانتباه عن الحاجة لهزيمة تنظيم داعش وإعادة بناء المناطق المستردة أهلا بكم من جديد يصلت فيلم الحمولة المحظورة طريق الحرف الثوري إلى اليمن الضوء على الطرق التي تسلكها السفن التابعة لفيلق القدس حتى تصل إلى الشواطئ اليمنية إلا أننا لا بد أن نقف على ما هي الطرق البرية داخل اليمن إذ أنها في الغالب تقع تحت سلطة الميليشيات الإنقلابية فتنقل الحمولة المحظورة عبر تلك الطرق إلى مناطق سيطرات الحوثيين ومستودعاتهم الحربية في صعدة وصنعاء على سبيل المثال سواحل شبوة مرتبطة بالخطوط البرية الصحراوية والطرق الموديه إلى البيضاء وموديه إلى مارب وموديه إلى سيون كلها طرق متناسقة وهي أقرب منطقة لمواقع التهريب البرية والله الطريق الرئيسي هذه هي طريقة المهرة طريقة المهرة الرما ثمود سيون العبر يعني طريق بطن ودي حضرموت هذه يعني تم الضبط يعني الكثير من الشحنات المهربة ومنها الأسلحة ومنها الأسلحة ضبطت أسلحة بها في الطريق الداخلي حضرموت الواجي متجهة إلى الشمال متجهة إلى الشمال هي متجهة إلى صنعة إلى صعدة إلى أي مكان هناك لا نعرف بالضبط ولكنها يعني كان هذا الخط يعني من الخطوط الرئيسية للتهريب إلى الشمال طبعا في الشمال منهم هناك القايمين هم الحوثيين ويعني الإنقلابين بشكل عالمي الموجودين هناك ونبقى في اليمن حيث أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف عن تجاوز عدد الإصابات بوباء الكوليرا المتفشي في البلاد إلى أكثر من ستمائة وثمانين ألف حالة منذ سابع والعشرين من أبريل نيسان الماضي وأضافت المنظمة أنه تم تسجيل الفان وست وثمانون حالة حالة وفاة مرتبطة بالمرض خلال الفترة نفسها من دون ذكر المزيد من المعلومات حول تفشي الوباء من التقليدي للقاعدة إصداروا رسالة حول ذكرى الحادي عشر من سبتمبر هذا العام جاءت الرسالة من حمزة بن لادن ماذا قال وكيف يمكن أن يتم استقبال رسالته بين الدوائر المتطرفة؟ هناك أدلة مثيرة جداً للاهتمام في رسالة حمزة بناء على تحليلنا اعتاد الرأي العام على تصريحات الرجال الناضجين مثل الظواهري لكن أول ما يرتب الانتباه في أحدث رسالة لحمزة بن لادن هو صوته يبدو كأنه شخص لم يصل بعد إلى سن البلوغ وإذا استطعنا تجاوز ذلك وحاولنا التركيز على ما يقوله فهو لا يقول الكثير بل يخاطب أعضاء القاعدة وأتباعها في بلاد الشام ولا يقول لهم أكثر من كونوا صبورين ولا تنخدعوا بهذه الطريقة فإن حمزة بن لادن يتبع الأسلوب الكلاسيكي لقيادة القاعدة وهو الاختباء في الجبال بينما يطلب من الشبان في ساحات المعارك مواصلة القتال حتى الموت لا شيء جديد إلا أن ما لم يذكره حمزة مثير للانتباه بشكل كبير حيث حرص على الإشارة إلى والده لكنه لم يشر إلى أمير تنظيم القاعدة المفترض أيمن الظواهري بالاستماع إلى هذه الرسالة فإن أتباع القاعدة يتساءلون أين هو الظواهري إذا كانت الشائعات حول وفاته غير صحيحة لماذا لم يكن الظواهري هو الذي أدلى بهذا البيان؟ لماذا لم يذكر حمزة الظواهري على الإطلاق؟ إذا كان الظواهري ميتا بالفعل وكانت القاعدة تخفي ذلك عن أتباعها فإن ذلك سيكون بمثابة فرصة أخيرة لمحاولة إنقاذ القاعدة من الانهيار والانقراض الوشيك إلا أن حمزة لم يقم بإبطاء هذه العملية في خطابه الأخير بل على النقيض ربما قد زاد في تسارعها داعش مهتز بسبب مناظرة التكفير المحتدمة بينما يهلك في أرض معاركه في سوريا والعراق فهو متورط في انقسام أيديولوجي متشعب يمكن أن يترتب عليه عواقب واسعة النطاق في عالم المتطرفين العنيف هذه المعركة الأيديولوجية بشأن التكفير هي ركيزة أساسية لداعش والمنظمات المتطرفة الأخرى الحرب الأيديولوجية في داخل داعش وصلت إلى مستوى خطير جدا بحيث أن اللجنة المفوضة القوية تبدو كأنها تحاول عكس قرارها الأصلي بشأن توسيع نطاق استخدام التكفير أهمية التكفير الخلاف التكفيري ضمن دائرة الجهاد لا يتعلق بالأيديولوجيا فقط فهم يستعملون هذا المفهوم ليقرر من الذي يمكن قتله المنظمات الجهادية أيضا تحاول أن تكون متسقة ذاتيا في المنطق الخاص بها لأنها تريد أن تكون لها القدرة على إقناع أفرادها ومؤيديها والمنضمين الجدد لها على سبيل المثال تنظيم القاعدة يكفر أشخاصا بشكل فردي فقط ولأسبابه الخاصة ولا يتهم شعوبا وأمما كاملة بالكفر يقول داعش بأن موقف القاعدة من التكفير لين وبأنها تدعي بأن لديها موقف وسطي بشأن هذه القضية ولا تأخذ هذا الموضوع بعيدا أو بشكل عميق مثل باقي التفسيرات المتشددة حتى الآن على الأقل على سبيل المثال معظم المتشددين يقولون بأنه حتى لو لم يقع الشخص في الكفر ولكنه لا يندد أو يستنكر الكفار فينبغي أن يكون هذا الشخص هدفا للتكفير أيضا ويقولون إذا أصبحت الأمة في دار حرب يمكن أن يتم تطبيق التكفير على المسلمين في هذا المكان المزيد من المتطرفين يسيطرون على هذه المناظرة وفي هذه القضية الخطيرة والمميتة بحث المكتب المركزي للرقابة الشرعية في داعش هذه المسألة قبل أكثر من عام وقرر أن التكفير لا يمكن تطبيقه على أولئك الذين لم يقعوا في الكفر لكن تدخل المكتب المركزي لم يكن كافيا لتهديئة هذا النزاع ولهذا السبب تدخل البغداد بشكل مباشر ويبدو أن المسألة قد أحيلت إلى اللجنة المفوضة والتي كان لها درجات أعلى من السلطة وتأتي بعد البغداد مباشرة في شهر أبريل من هذا العام أصدر البغداد مذكرة إعطاء صلاحيات غير محدودة عمليا لهذه اللجنة لحل هذه القضية وبعد ذلك أصدرت اللجنة مذكرة في شهر مايو تذهب أبعد من ذلك بكثير وفقا لهذه المذكرة فإن التكفير هو عنصر أساسي في أيديولوجيا داعش فهو أكثر أهمية من بعض الالتزامات مثل الصلاة وحتى أنه من الممكن تطبيق مبدأ التكفير على جميع المواطنين في البلدان الإسلامية لم تتوقف اللجنة المفوضة عند ذلك فقد أعلنت عن سحب الكتب المرجعية لداعش بحيث يمكن تكيفها مع الموقف الجديد الأكثر صرامة داعش يريد أيضا أن يستخدم هذه المناظرة لكي ينأى بنفسه عن القاعدة في مقال نشر في العدد الأخير من مجلة النبأ الأسبوعية التابعة لداعش تم تطبيق التكفير على القيادي في القاعدة عطية الليبي الميت حيث تمت الإشارة إليه بإمام الفتنة من الواضح أن داعش يريد إظهار بأنه يستطيع تطبيق التكفير على أسماء الرائدة في تنظيم القاعدة ومع ذلك اعترض مؤيدو كبار الشرعيين في داعش بشدة على هذا التغيير الشرعيون في ثورة مفتوحة جاء الاعتراض الأكبر والأكثر أهمية من أحد أكبر أئمة داعش وهو الإمام تركي بن علي وفي رسالة موجهة إلى اللجنة المفوضة اعترض البن علي بشدة على مذكرة اللجنة كان البن علي من كبار الأئمة في داعش في ذلك الوقت إذ كان رأيه يعد الرأي العام لفتوى داعش وبالرغم من أن البن علي قد قتل بعد ذلك بفترة وجيزة إلا أن الضرر كان قد لحق بمعسكر البغدادي كانت بعد اعتراضات البن علي على النحو التالي ما هي الذروة؟ لماذا لم يتم استشارة خبراء حقيقيين؟ لماذا تحاول الهيئة العليا أي اللجنة المستخدمة لهذا الغرض أن تجعل من الصعب جدا أن تصحح أخطاءها؟ كيف يمكن لمثل هذه المذكرة أن تحتوي على تناقضات؟ وعارض البن علي بشكل خاص تطبيق التكفير على الأفراد الذين لا يقعون في الكفر أنفسهم ولكنهم فشلوا في تطبيق التكفير على الآخرين وقال البن علي إن هذا النوع من المنطق سيؤدي إلى سلسلة تكفير لا نهاية لها وقال شرعي آخر في داعش وهو أبو عبد البار الصالحي إن مذكرة الأجنة تتعارض مع نفسها وهي مليئة بالأخطاء والمغالطات وقال إن المذكرة ستحول العديد من الزعماء الجهاديين بمن فيهم الزرقاوي وأبو محمد العدناني وحتى البغدادي نفسه إلى أهداف مشروعة للتكفير لم تأخذ قيادة داعش هذه التعليقات على محمل الجد ووضع الصالحي في سجن الأمن الداخلي حيث قتل في غارة جوية ما هو موقف البغدادي الفعلي؟ يعتقد بعض مؤيدي داعش الذين أعربوا عن رأيهم على الإنترنت أن بعض المتطرفين اخترقوا اللجنة المفوضة ووسائل الإعلام التابعة لتنظيم داعش وقد استجابت وسائل الإعلام في داعش لهذه الانتقادات من خلال وصفها هؤلاء النقاد بأنهم خونا في الماضي كان الأشخاص التابعين للبغدادي يخشون الأفراد المتطرفين جدا وكانوا يقومون بالقضاء عليهم في كل فرصة لذلك نجد من الغريب كيف أن المزيد من المتطرفين هم الذين يصدرون الأوامر ويسيطرون على أيديولوجيا داعش وفي الخامس عشر من سبتمبر كان هناك شائعات بأن اللجنة المفوضة أصدرت مذكرة أخرى والتي بدورها تحل محل المذكرة الأصلية هذا لا يضيف إلى داعش سوى الشعور بالارتباك والتخبط البغدادي نفسه لم يصرح بموقفه في هذه الحرب الأيديولوجية الداخلية كما فشل في تعيين مستشار شرعي جديد لمجموعته حتى يمكنه الإسناد إليه أيا كان الجانب الفائز في هذه المناظرة الأيديولوجية فإن البغدادي وداعش وضعا نفسيهما في مكان الخاسر قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن إرهابيا وصفته بالخطير سلم نفسه للجيش في ولاية جيجل شرقية البلاد ضمن عملية تدخل في إطار مكافحة الإرهاب وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بالإرهابية المكنة بأبو أسامة والذي اتحق بالجماعات الإرهابية في عام 2005 قالت سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي إن مجلس الأمن الدولي استنفذ الخيارات بشأن وقف البرنامج النووي لكوريا الشمالية وأن الولايات المتحدة ربما ستضطر إلى إحالة القضية لوزارة الدفاع البنتارون وأضافت هيلي أن واشنطن ستختبر كل الاحتمالات الأخرى لكن هناك الكثير من الخيارات العسكرية على الطاولة محذرة أن اللجوء للخيار العسكري سيدمر كوريا الشمالية جبال خضراء وطبيعة جميلة إنها إحدى المناطق السياحية الهادئة التي تعج بالزائرين كثيرون منكم قد يعتقد ذلك للوهلة الأولى لكن ليس كل ما يلمع ذهبا فهذا الهدوء ظاهري لا جوهري ويجلس على فوهة بركان قد يلتهم الأخضر قبل اليابس هنا المنطقة الحدودية الفاصلة بين الكوريتين أعين النظرين تترقب بحذر ما تخفيه الأيام القادمة ثم تمن يتوقع اندلاع حرب وشيكة والبعض الآخر يمنى النفس بالحل السلمي وتفادي نشوب حرب مدمرة لا تبقي ولا تذر سكون المناطق الحدودية رافقه ضجيج هائل على الساحة الدولية زلزال التجربة النووية والصاروخية الأخيرة لبيونج يانج لا تزال تردداته حتى هذه اللحظة وصبر الولايات المتحدة على كيم جون بدأ ينفذ سفيرة واشنطن في الأمم المتحدة نيكي هيلي وبلهجة حادة أكدت إن مجلس الأمن الدولي استنفذ كامل الخيارات بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية وأن الولايات المتحدة ربما ستضطر إلى إحالة القضية لوزارة الدفاع البنتاجون ما يعني أن التلويح بورقة الحل العسكري بدأ ملحا أكثر من أي وقت مضى وأن ذلك حسب سفيرة واشنطن يعني دمار كوريا الشمالية من جهته وخلال مكالمة هاتفية تعهد الرئيس دونالد ترامب ونظيره الكوري الجنوبي بتشتيد الطغوط على بيونج يانج لجعل نظام كيم أون يدرك أن استفزازات أخرى ستكلفه مزيدا من العزلة الدبلوماسية والاقتصادية في الوقت الذي سيحضر الملف الكوري بقوة على طاولة اجتماعي مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة خمس عشرة تجربة صاروخية قامت بها بيونج يانج هذا العام حتى الآن مزيد من العقوبات عقب كل تجربة لكن لا بوادر جديدة قد توحي بنية هذا الرجل إيقاف تجاربه الصاروخية ما يجعل الباب مفتوحا حول تكهنات لا تنتهي حول مآل ما بات يطلق عليه الكثيرون بلعبة القط والفأر أعلن المركز الأمريكي لمراقبة الأعاصير أن العصيفة ماريا اشتدت قوتها لتصبح إعصارا من الفئة الأولى يتجه نحو البحر الكاريبي وقال المركز إن عين الإعصار ماريا على بعد 225 كيلو متر شمال شرقي بربادوس وترافقه رياح تبلغ سرعتها 120 كيلو متر في الساعة ما يجعله إعصارا من الفئة الأولى أهلا بكم من جديد نتوقف مع جولة الصحافة نبدأ من صحيفة الخليج التي عنونت علاج مبتكر لإصابات الملعب فقد توصلت نتائج دراسة أمريكية حديثة إلى أن استخدام المكملات الغذائية لمادة الجيلاتين مع الانتظام في ممارسة بعض التمارين الرياضية يمكن أن يساعد بالشكل كبير على إعادة بناء الأوتار والأربطة والعظام بالمفاصل ويعد الجيلاتين أحد بروتينات الكولاجين حيث يحتوي على كميات جيدة من مادة الكولاجين التي تتكون منها العظام والغضاريف صحيفة الوئام السعودية أبل تجعل سيري أخصائيا نفسيا لجميع المستخدمين فتسعى شركة أبل حاليا لتحويل مساعدها الشخصية الذكي سيري بمثابة معالج أو أخصائي نفسي يقدم المشورة والنظيحة للمستخدمين ويساعدهم على إيجاد حلول لمشاكلهم التي يواجهونها يوميا وإلى صحيفة اليوم السابع المصرية باحثون يطورون سيارات كهربائية جديدة تناسب طبيعة إفريقيا فقد قام باحثون من جامعة التقنية في ميونيخ بتطوير سيارة كهربائية جديدة تناسب المدن الريفية والنائية غير الممهدة بشكل كامل كطبيعة الأراضي الإفريقية وطورت السيارة طورت بميزة الدفع الربعي ليمكنها التعامل مع الطرق الترابية وهي قادرة على سير بحوالي خمسين ميل كما أنها مزودة بمحرك كهربائي يجعلها صديقة للبيئة صحيفة البيان الإماراتية بريطانية تنجب طفلا من أضخم المواليد في العالم فقد أنجبت امرأة بريطانية طفلا يعتقد أنه من أضخم المواليد في العالم حيث بلغ وزنه حوالي خمسة كيلو جرامات وثمانمائة جرام وهو تقريبا ضعف الحجم الطبيعي للمواليد وأريد الطفل ثيو براون بعد أن أمضت والدته ست ساعات في مخاض مستمر انتهى بولادته وإلى القبس الكويتية مليون ياباني معمر وفي التفاصيل أشار أحدث تقدير سكاني عن الحكومة اليابانية إلى أن إجمالية عدد الأشخاص الذين بلغوا تسعين عاما وأكثر تجاوز مليوني شخص للمرة الأولى مع رقم قياسي بلغ سبعة ملايين وسبعمائة ألف شخص للذين بلغوا خمسة وستين عاما وأكثر ويتقادون رواتب في بعض المهن أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن إطلاق الدورة الأولى من الحدث العلمي للمركز والتي ستقام برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الحادي والعشرين من شهر أكتوبر تشرين الأولى المقبل تحت شعار بالفضاء نرتقي ويعد الحدث العلمي للمركز مبادرة علمية وتعليمية تهدف إلى تنمية القدرات الإماراتية في علوم وتكنولوجيا وأبحاث الفضاء ونبقى في الإمارات فقد ابتكرت إمارة دبي طريقة لتنبيه السائقين من السرعة الزائدة باستخدام رموز واتساب أو ايموجي وتم تركيبها على لوحات ذكية في المناطق التي تتواجد فيها المدارس وقالت هيئة الطرق والمواصلات في دبي إنها بدأت خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الحالي بتوجيه رسائل ذكية تتفاعل مع السائقين وأولياء الأمور في مناطق المدارس على طريقة الإيموجي في رموز واتساب تعكس الحالة النفسية للسائقين مع عبارات إرشادية بحسب سرعة المركبة عند مرورها على أجهزة وحساسات بالقرب من مناطق المدارس واصل فيلم الرعب إت تصدره لإيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثاني على التوالي بإيرادات بالتذاكر بلغت نحو ستين مليون دولار والفيلم من بطولة بيل سكارسجارد وقيدن لبرهورر ومن إخراج أندري ساموشيتي قبل الختام تذكير بأبرز العنوين قوات سوريا ديمقراطية تتقدم في دير الزور ومئات النازحين يصلون إلى الرقا نزاع داخلي عنيف في داعش حول قضايا التكفير واشنطن تهدد بنقل ملف كوريا الشمالية من مجلس الأمن للبنتاجون وصلنا للختام للمزيد يمكنكم دائما مشاهدين متابعتنا على موقعنا الإلكتروني كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في الموقع ذاته موجز لآخر وأهم الأنباء يأتيكم بعد قليل أبطل من أعنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة